مرحب بحرككم من جديد في الحقيقة يعني موسم الحساسية هو الموسم ده تحديدا اللي هو بيبتدي مع دخول فصل الخريف ومع تقلبات الجو ومعه أيضا بتزيد فرص انتشار الفيروسات ومعه أيضا بيكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد وبالفيروسات الصدرية عشان كده عدد كبير جدا من أولياء الأمور بيحاولوا دايما بيوفروا أحسن وأفضل طرق لحماية أطفالهم في هذا التوقيت وخصوصا أن المدارس بتبقى بيئة خصبة جدا لانتقال هذه الفيروسات من خلال أن هم يدهم التطاعمات واللقاحات المناسبة طبعا وعلى رأسها اللقاح الخاص بالإنفلونزة الموسمية بالضبط يا مصطفى يعني موضوع كبير قوي ومهم قوي بيمس كل الأسرة المصرية زي ممكن مصطفى لسه بيقول دلوقتي الأطفال لما بتروح المدرسة لو طالب واحد تعبان للأسف بينقل الدفعة كلها وهكذا والأطفال دي بتروح تنقل أهليها في البيوت فبتبقى يعني سايكل كده لا تنتهي هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل مع دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح اللي بنواردنا في الستوديو أهلا بيك يا فاند أهلا بيك وأهلا بسادة الماشاهدين أهلا بعض الزيت يعني قبل ما نتكلم عن تفاصيل إذن الفيروسات دي تتنقل خلينا نتكلم عن إيه هي أصلا الفيروسات اللي تتنقل في فصل الخريف بالتحديد أو الفصول اللي هي خلينا نقول التمهدية دي اللي بتماهد سواء للصيف أو للشتاء نحن بالفعل الخريف بالنسبة لنا هو أسوأ من الشتاء في انتشار لعدوات التنفسية طب ليه الخريف؟ لأن الخريف بنسميه اللاشتاء اللاصيف وده جو مناسب جداً لانتشار الفيروسات التنافسية ما بين انخفاض وارتفاع الحرارة على مدار اليوم الواحد ده بيساعد على انتشار العدوى التنافسية بجانب هو موسم أيضاً للتجمعات المدارس والجامعات وده بيكون بيأخذ أيضاً لانتشار العدوى التنافسية إيه أنواع العدوى التنافسية اللي منتشرة في هذا التوقيت أشهر حاجات طبعاً البرد والإنفلوانزا وكرونا والفيروس المخلاوي طب دي بنسميها العدوى التنافسية يعني عدوات تنفسية يعني تنتقل عن طريق الهواء أو الرزاز أو الجو من شخص لشخص آخر نتيجة ارتفاعات وانخفاضات درجة الحرارة وتعرضك لشخص مصاب طب في عدوات تاني بتنتشر في الخريف في هذا التوقيت أو طبعا هو الخريف زي ما قلنا فيه تجمعات فأي تجمعات بيبقى قصادها انتشار للعدوات عندنا التهاب الكبدي عندنا الجدير المائي عندنا التسحائي وكل دي عدوات تنتشر في الخريف خصوصا في التجمعات والمدارس ولكن أشهرهم على الإطلاق طبعا العدوات التنفسية لأن دي هي سريعة الانتشار سواء كان البرد أو الانفلوانزة أو المخلاوي أو التهابات الرئوية ودي بنسميها العدوة التنفسية طب الواحد إزاي يميز أو يفرق ما بين أنه عنده برد وعنده حساسية وبالذات كمان لو هذا الأمر بينطبخ على الأطفال طب خلينا نقولني ميز ما بين عدوة تنفسية زي سواء كان البرد أو الانفلوانزة أو كورونا لأنهم بيجوا بنفس الأعراض دلوقتي بنفس الأعراض بالضبط ميز ما بين البرد والانفلوانزة وكورونا وما بين الشخص المريض الحساسية الشخص اللي عنده عدوة تنفسية لازم بيكون فيه ارتفاع حرارة حتى لو بسيط يعني حرارته 38-38.5 البرد طبعا بتبقى الحرارة أقل من الانفلوانزة الحرارة ممكن 38.5 مع آلام في العظام بيبقى الانفلوانزة مرض سريري الشخص ما بيقدرش يتحرك عنده زكام عنده رشح عنده التهاب شديد في زوره عنده مشاكل تنفسية عنده آلام في العظم الانفلوانزة البرد بيبقى زكام ورشح واحتقام بسيط وارتفاع متوسط في الحرارة والشخص ده بيبقى عنده دور على عكس الحساسية الحساسية الشخص لإما بيعتاد في هذا الموسم بالذات إنه هو بيجيله أعراض الزكام المتواصل الرشح المتواصل ويقولك أنا بتعف في نفس الوقت من السنة باللي بيبتدي ببرده يكمل برشح يعني يكمل بقية يعني اللي بيبتدي بالأعراض دي لأنه كنا بنتكلم كنا قبل الهوى على الموضوع ده بأعراض البرد ودرجة الحرارة درجة حرارته بترتفع ويويوي كلام ده كله وبعدين بعد كده بتكمل معي بقى الرشح ويكمل معي هل ده حساسية مرتبطة بالبرد مثلاً هو لإما مضعفات عدوى تنفسية إنه هو دور البرد ساب عنده مضعفاته الشخص ده بوضعيف مناعياً يعمل له ما يسمى بالتهابجي وبالأنفية أو هذا الشخص مريض حساسية إحنا كنا زمان كنا بنقول الشخص مريض حساسية تهيت من الطراب والغبار وحبوب اللقاح والفطريات العدوى التنفسية الآن هي أشهر مسير لحساسية الأنف والصد بمعنى مريض حساسية الأنف دور البرد ممكن يقلب بحساسية مزمنة دور البرد ممكن يقلب بحساسية صد بالتالي العدوى التنفسية عشان كده بنقول هو الخريف والحساسية ممكن أيضاً تقلب بدور البرد لا بتبقى الحساسية مضعفاتها مع دور البرد المغط distracting بمعنى أن مريض حساسية الصد لو جاء له دور إنفلونزا اللي بنخاف عليه أكتر من غيره لأن مضعفات عدوى التنفسية إن الإنفلونزا ممكن أن مريض حساسية تقلب التهاب رئاوي الدور البرد يقلب التهاب جوب أنفية فبالتالي مريض الحساسية العدوى التنفسية هي نمبر واحد في الخريف أكبر مسير هو ممكن يبقى كويس جدا ويجيله أزمات في الشتاء والخريب بسبب العدوى التنفسية مش مو التراب بسي زي ما كنا بنقول للعينين اللي بيتعرض للتراب بيجيله زكام أو رش مش من حبوب اللقاح مش من شعر القطة لا العدوى التنفسية اللي هي البرد أو الانفلونزا هي أكبر مسير لمريض حساسية الأنف والصد عشان كده موسم الخريب والشتاء لمريض الحساسية من أسوأ المواسم على الإطلاق بالنسبة للأعراض تلاقي الطفل مريض الحساسية في هذا الموسم الأم جلسات على طول بخخات على طول أزمات متكررة بسبب الرشح المتكرر حساسية الأنف هي أكبر مسير لحساسية الصد الشخص اللي بتحسس من مراخيره عنده إفرازات خلفية دائمة على طول الأم تقولي يا دكتور مراخيره بتزكي من هنا سدره يقفل من هنا بيبقى أكبر مؤشر لأن الشخص ده يخش في أزمة هي الأنف فشان كده بنقول لأم أول ما ابنك يشعر بنوع من الزكام أو الرش اخسل مراخيره بمية البحر ياخد دواء الحساسية على طول لازم طبعا وضروري احتياطاتنا ما قبل أنه هجل البرد يعني إحنا وجلوا برده خلاص يبقى دواء حساسية باستمرار أخسل مراخيره بمحلول المرح أبتدي أديه مساعات الشعب باستمرار عشان أمنع الإفرازات الخلفية إنها تنزل على الرئة وبالتالي ما يخشش مني في أزمات ربوية طب ده كله طب ما أنا ممكن أعمل احتياطات ما خليش العدوى التنفسية تيجي أو لو جت ما تكونش وقعها خطير وسيء على مريض الحساسية اللي هو أول حاجة أدي لابني لقاح الإنفلونزا طب لقاح الإنفلونزا إيه دوره لمريض حساسية الصد طب لقاح الإنفلونزا هو مهم لجميع الفئات طب ليه مريض الحساسية بالذات لأنه زي ما قلنا وقع الإنفلونزا بيكون خطير على مريض حساسية الأنف والصد فبالتالي أول خطوة ناخد لقاح الإنفلونزا لو ابني فوق 6 أشهر خصوصا لو مريض حاسس 6 أم أو صد أو ضايف مناع 6 أشهر هو صالح من 6 أشهر 6 أشهر فهمه فوق جميع الفئات ولكن بيتاخذ بجرعات مختلفة على حسب السن لو سن طفلي من 6 أشهر لتسع سنين وهو أول سنة ياخد هذا اللقاح هياخد جرعتين فاصل ما بينهم شهر يعني ياخد جرعة دلوقتي وجرعة تاني بعد شهر لو ابني في نفس التوقيت ده أنا عارفها وبديل لقاحها الإنفلوانزة هياخدوا مرة واحدة فقط لغير طب لو السن فوق التسع سنين هي مرة واحدة سواء كان خدوا قبل كده ولا لا طب هو مناسب للجميع مناسب للجميع بما فيهم الحوامل والمرضعات بما فيهم كبار السن بل بالعكس بنقول الفئات الأقصر حرصا وأولوين هم ياخدوا الأطفال وكبار السن أصحاب الأمراض المزمنة مرضى السكر مرضى القلب مرضى الحساسية ليه زي ما قلنا بيكون وقع الإصابة عليهم أخطر من غيرهم ممكن هذا مريض مريض القلب يخش في مضاعفات عند الإصابة بالإنفلونزة الإنفلونزة ليست مجرد دور برد زي ما ناس معتادة أو بتعتقد طب ما أنا خدته وجالي دور برد طب هو اللقاح ما فيهوش فائدة يا جماعة احنا عندنا أكتر من فصيل أكتر من 200 فصيل برد وإنفلونزة طب اللقاح بيحمي من أحد أشرس أربع فصائل عالمياً اللي هم أخطرهم على الإطلاق عشان كده سمي باللقاح الربيعي فبالتالي انت بتدي حماية تصل إلى 75% ولكن قد تصب دور برد قد تصب دور إنفلونزة ولكن بدون مضاعفات وده الأهم وحتى لو أصبت بتبقى أقل حدة أقل خطورة وبدون مضاعفات عشان كده تقول أم أنا خدته وبيجيله برد برد يا جماعة نفس المبينة لاتنين ممكن طفلك يجيله برد بس ما يخشش في مضاعفات والبرد غير الإنفلونزة الإنفلونزة فيروس خطير وليه ليني سبافيات عالمية يعني الإنفلونزة من قبل كورونا كان ليني سبافيات عالمية الإنفلونزة ليه مضاعفات على الرئة مضاعفات على الأزرم مضاعفات على المخ قد يؤدي إلى التهبات رئوية قد يؤدي إلى فشل في التنفس ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة يؤدي إلى لفاة إحنا كنا في الشتاء كل سنة بنلاقي أطفال في الرعاية المركزة بسبب التهب رئيلي سؤال الموضوع ده غريب شوية يعني ليه فجأة بقنا بنلاقي في السنين اللي فاتت كم سنة اللي فاتت أطفال كتير قوي ألاقي الأممات بتقول أصنع ابني عنده جلسة تنفسية جلسة مش عارفة إيه بقى كتير قوي يعني من كتره بقى حتى في البيوت بيعملوها زمان ليه ما كانش فيه الموضوع ده إيه اللي تغير طيب إحنا في ظل العدوات التنفسية اللي بتدين تنتشر وإحنا قعدنا ثلاث سنين كنا في معزل بسبب كورونا فبالتالي إحنا في الثلاث سنين على فكرة بتوع كورونا دول ما كناش بنشوف إنفلونزا خالص لأن احنا كنا بنطبق إجراءات تباعد نظافة غسيل أيدي فبالتالي ما شوفناش الإنفلونزا حصل بقى في السلاتين اللي فاتوا نوع بقى طبعا من الاختلاط مرة أخرى فبالتالي أكثر ده ما كانش بتتعرض لعدوات التنفسية مجرد المخلوي دور البرد العادي مجرد إفرازات الأنف ومجرد طيارات الهواء الساعة الطفل ممكن يخش منه في أزمة طب هل الجلسات واستخدامها في ضرورة لا تأخذ تحت وصفه طبي ومفاهاش ضرر لأن هي وبارة عام مادة معينة مزيب للبلغة موسع للشعب المخار دا اللي يطلع بالفعل بفك صدر الطفل ولكن طبعا في بعض المواد بيكون خطر على مرضى القلب لأن فيها مادة موسع للشعب ويقادي لزيطة طربات القلب فيأخذ هذه المادة بحذر فقط لغير ولكن هي أمان جدا ما فيش منها أي ضرر خطورة إذا أخذت تحت إشراف طبي هنا بقيت الأمهات لكن أنا مش بعود ابني كده يعني أنا مش دكتورة معرفش بس مش أنا كده بعود رئة ابني على حاجة معينة طول الوقت طب السؤال دا بنسأل عليه لما مريض الحساء بمشي على البخاخة وأقول للأم ابنك هيمشي على البخاخة بتقول لي هو كده مش هياخد على البخاخة وهيفضل ياخد البخاخة طوال عمره هقول لها يا أمي هو أنت طفلك لما بيتعب بتعمله إيه بروح للدكتور وبيديله حق المضاد الحياة طب هو مش هتعود على المضاد الحياوي مش هتعود على الدواء اللي بتاخده طب إحنا لما نديله سبيل أكثر مأمونية لأن البخاخة والجلسة هي ما بتخشش جسم الطفل ما بتخشش معدته ما بتنتصش بتشتغل على الرئة بصورة موضوعية بتقلل من الالتهاب بتوسع من الشعب الهوائي ولا أنت عايزة كل أسبوع تروح للدكتور أول ما تسدره يقفل أخذ حقنة كورتزون ومضاد الحياوي وهبقى فرحان أنه هو خفه بعد أسبوع يتعب تاني وانت مش وعي أن انت بتكرري مضاد الحياوي وكورتزون ما أنا ما خدش على حقنة الكورتزون اللي كل أسبوع بتدهله في الصيدلية هو في حاجة اسمها خدع البخاخة أو خدع الجلسة ما فيش رئة بتاخد على حاجة رئة طفلك هي اللي مصابة هي اللي فيها حساسية هي اللي محتاجة موسع على طول أنت كنت بتدهله بصورة مختلفة بصورة ضرة اللي هي حقنة كورتزون أولا روح أديره دوا كورتزون يقلل للتهاب أول ما مفعول الكورتزون يروح ابني بيتعب تاني أديره كورتزون تاني طم أنت كده هو ما خدش على الكورتزون لأ ما فيش حاجة اسمها خدع على دوا هو مصاب بيحتاج إلى النوع ده فبتديره الأنسب لسنه لظروف الصحية الحاجة الأقل لأثارة الجانبية هي الجلسة هي البخاخة على عكس المعتاد إما أعتقد هو البخاخة دي هتبقى إدمان ما فيش حاجة اسمها إدمان ابنك لو مريض حساسية بيحتاج للعلاج ده سواء بصورة وقتية أو موسمية أو لو هو بقى مريض مزمن ومريض أزمة مزمن هيحتاجها على طول هي ما فيهاش ضرر بل بالعكس بتغنيك عن أدوية قد تكون أكثر تكلفة وأكثر ضررا على صحته لهذه الكورتزيونات الفموية لأن طبعا استخدام البخاخة لمدة عام كامل لكني خدتي معلقة الدوة واحدة فيها كورتزيونات شوفي إحنا أفراطنا قد إيه بنروح والأم بتكرر قد وياها كثير جدا جدا بتحتوى نسبة الكورتزيونات وهي ضرر جدا للصحة في هذا التفل طب أنا عندي سؤال عن التطعيم السنوي بتاع الانفلونزا لو أنا على سبيل المثال إحنا في 24 خدت التطعيم بتاع 23 هل ده فيه مشكلة؟ وليه كل سنة بيبقى فيه إصدار جديد يعني هيئة المصلة واللقاح بتطلع مصل جديد للانفلونزا هو ليس مول مرض الانفلونزا الموسمية لأن الانفلونزا الموسمية من طبيعة هذا الفيروس أنها بتتجدد وتتحور كل سنة وتغير من شكلها فبالتالي هم بياخدوا مسحات من الحلق ومن الجو شهر 7 أو 8 قبل الموسم ويشوفوا أشد الفيروسات انتشارا وشراسة ويقوم محضرين منها المصل الموسمي يعني ما فيش سنتين مثلا وراء بعد كان نفس التركيبة؟ نادرا لأنه هو بيتحور على طول لا لو كل سنة فعلا تركيبته تتغير فعلا ده حقيقي؟ بخلاف أن الأجسام المضادة اللي بتتكون من اللقاح أو العدوة الفيروسية ليست طويلة الأمد بمعنى أنت ما بتاخد اللقاح للعدوة التنفسية ما بيدكش مناعة سنتين ثلاثة هي مناعة موسمية الأجسام المضادة اللي بتتكون ليست طويلة الأمد مش زي اللقاحات اللي بناخدها في المدرسة اللي بتديك مناعة أبادية تجاه هذا المرض هل اللقاح كورونا هيديك مناعة طويلة أباد؟ لا بيتحور وبيتقل التتر في الأجسام المضادة نسبتها في دمك فبالتالي ما بتديكش حماية أكتر من سنة فبالتالي أنت يجب عليك أنت تاخد اللقاح كل سنة ليه؟ لأن اللقاح اللي قبليه اللقاح كل سنة ده بيقولوا عليه فوقت معين لازم قبل شهر عشرة تسعة وعشرة ليه بقى؟ طيب وحنا انت شاء الله عدوة التنفسية تبقى إمتى؟ بعد كده بسأل لو أنا فوقت على نفسي بسأل شهر 12 ما ينفعش أخد لا ينفع بس فيه فرق من أنت خدت حماية قد إيه؟ لو خدت في شهر 9 أو 10 انت خدت حماية في الموسم كله طيب خدت في 11 الحماية قلت خدت في 12 قلت يعني ما فيش حاجة تمنع لا ما فيش منع بل بالعكس احنا ممكن ناخده في شهر واحد لأن فيه في الوانزة في الصيف ولكن انت خدت بعدت عن الموسم الأساسي اللي انت عايز تاخد حماية أكتر فكلما بعدت كلما قلت حمايتك مش ان فيه ضرر عليه خالص ممكن ناخده في 11 ولكن يفضل 10 يالي 11 يالي 12 كلما بعدت ما فيش ضرر ولكن بتقل درجة حمايتك ومهم طبعا نقول لكل الفئات بس ممكن نقولي الفئات الممنوعة بقى مين الطفل اللي ما ياخدوش؟ لو طفل أقل من 6 أشهر ما ياخدش اللقاح لو طفل عنده تاريخ مرضي انه هو حصل فرط تحسس تجاه هذا اللقاح يعني خده وطلع عنده حصلة منه ما ياخدوش لو طفل عنده حساسية من البيت لأن أحد مكونات اللقاح البيت ما ياخدوش لو ابني عنديه تاريخ مرضي متلازمة مرض مناعي عمل شلل أبي كده اسمه متلازمة الشلل رباعي ده ما ياخدوش يعني ايه يعني؟ في متلازمة مناعية بتجي نتيجة العدوات الفيروسية أو اللقاحات انه بعد اللقاح بيجي له نوع من أنواع الشلل الوقتي وقفت يعني فلو عنده تاريخ مهاء ما ياخدش اللقاح لو عنده حساسية من البيت ما ياخدش اللقاح لو عنده حساسية من اللقاح ما ياخدش اللقاح طب يؤجل إمتى؟ لو ابني عنده ارتفاع حرارة شديد مش يمنع يؤجل حتى زوال حرارة يا إفرد ابني عنده دور دلوقتي لا وسخر هأجيله يوم اتنين حتى زوال حرارة ليه بقى؟ انه أنا بديله الفيروس بصورة مصغرة أنا كايني بعزززز هو في دور جهازه المناعي منشغل بمرض عنده اللي هو العدوى الفيروسية وحرارة فجهازه المناعي في حالة دلوقتي هجمة عليه فبالتالي انت ما تحملش عليه باللقاح انت عايز يكون أجسام مضادة فبالتالي غير مستحب أثناء الحرارة أو أثناء دور المرض الشديد ان انت تاخده فبالتالي يؤجل ولا يمنع لحين زوال الحرارة هل ليه عارض جانبية؟ طب الأثار الجانبية المعتادة لللقاحات ممكن إيديك تورم وده نادرا أو ممكن تسخل نص درجة وده نادرا هناخد خافض الحرارة التقليدية بمعنى أن أثار الجانبية نادرة الحدوث وهي أثار كتت تحدث لأي لقاحات ولكنها نادرة جدا جدا مع لقاح الإنفلوانس طيب عايز أتكلم بقى في نقطة مهمة جدا جدا أنه بعض الأهالي للأسف لو ولادهم تعبنين أو تابوا يومين ثلاثة ولسه البرد عندهم يلا حبيبي روح المدرسة دي بقى بتبقى كارثة ساعتها وبيعدي بقية الأطفال في الكلاس بتاعه وبيروح هم يعدوا أهاليهم محكزة ومن هنا بقى بتيجي المشكلة العدوى التنفسية تنتشر ويقولك المدارس كلها فيها عدو النهار ده نقول إيه للأهالي دي وإيه ده بيأثر سلبا عليهم وعلى أطفال تانيين أنا عارف أنه في حاجة اسمها الأم العاملة والأم العاملة هتضطر أنها لو ابنها عيانها تقعد معا في البيت وده مش هيها مش عايزة أنت بتأذي مش ابنك بس نزول ابنك المدرسة ممكن ياخد عدوى مشتركة أخرى وبالتالي الدر اللي عنده يزيد أو يعدي طفل آخر قد يكون عنده زميله اللي على الدسك ده عنده مشكلة مناعية أو مرض مناعي بيكون الوقع لأصابة عنده أخطر من ابنك ابنك يخف بس أنت أزيتي طفل آخر بالعدوى دي ودخلتيه في مضعفات لأنه هو عدا لقت منه عدوى فيروسية أو ابنك ممكن يخش في مضعفات بسبب نزول أنه هو ممكن ياخد عدوى أخرى مشتركة وبالتالي يخش في مضعفات هقول للناس بلاش لو ابنك عنده ارتفاع حرارة أو أعراض برد امناعي انتشار العدوى الفروسية اعودي في البيت اهتمي به التغذية مهم جدا السوايل مهم جدا العصائر مهم جدا عودي به عشان يخف ما تكونيش سبب في انتشار العدوى وما تكونيش سبب في زيادة سوء ابنك هتيجي تقول ليه الوقت كان كويس ولما نزل المدرسة كان عنده دور برد بسيط قلب بالتابر انت سأت حالته انت أجهدتي المفروض طفلك يرتاح انت بتمناعي انتشار العدوى للآخرين وهنقولك على شوية احتياطات أصلا لمنع العدوى وأيضا لحماية ابنك من هذا العدوى التنفسية أول حاجة انت خلاص أعطي التغذية الجيدة جدا مهمة جدا لطفلك والمنعته طب تهوية الشقة مهمة جدا طبعا لمنعته اهتمام طفلك بنظافة إيده بعض العدسة أو الزكان يمنع أصلا ان هو يجيله هو كمان عدوى أخرى يبقى اهتمام بالنظافة مهمة جدا التغذية مهمة جدا ممارسة الرياضة لطفلك مهمة جدا لطنشيط الدورة الدموية بمعنى لو المدرسة قريبة بالبيت مش لازم نركب مواصلة مجرد الحركة والنشاط هو طنشيط للدورة الدموية عودي ابنك انه هو ينام بدري مايروحش المدرسة نايم النوم هو مفيد لمنعتنا ومفيد للتحول الجزائي لا يقل عن سبع ساعات يوميا نأخذ لقاح الإنفلونزة أخذ المكاورات الرئوية انت بتحميه قبل الإصابة من العدوى التنفسية ان انت تديله اللقاحات الهامة للعدوى التنفسية يبقى غزيه رياضة نوم بدري أخذ اللقاحات اتباع سليب الرياضة المهم جدا لمنعتنا كذلك هو رايح المدرسة الصبح احنا لسه في الخريف ملابس قطنية معتدلة مش بقولك دفي قوي يسخن ويروح البيت إلى عدوم ويتعرض لصدمة حرارية ولا هقولك لأ لبس خفيف لأ لبس قطني معتدل افتحي شباك هوا قبل ما يخرج من المدرسة عشان ما يتعرضش لطيار هوا مرة واحدة اغسيله وشه بمية حنفية شربيه مية علشان حلقه بيخش فيه حرارة معتدلة من شرب المية اللي موزنة لجسمه لو عملت الاحتياطات دي بجانب تغزية ورياضة ونوم وأخذ اللقاحات ابنك مش هيجيله عدوى فيه جوسية ولو جات له بيكون وقعها أقل ومضعفاتها أقل ايه أبرز الوصفات اللي ممكن ربة المنزل تعملها لابنها بشكل دائم يعني بنسمع عنها مية بملح حط مش عارف لمونة على ايه اما بخار مية تعمله ازاي الكلام ده مدى صحته ايه وايه هو الصحيح منه ايه اللي يضر طيب احنا فكرة كل يوم علاقة عسل نحل حط عليها ربع لمونة عسل النحل غاني بمضادات الأجساد غاني بالأجسام المضادة غاني بالمناعة بجانب اللمونة بقى أنا ممكن بتكلم على الأشياء التنفسية أكثر ده طيب الأشياء التنفسية إن انت لو فتحت فعليا زي الوصفات القديمة بتاع جيد جوتتك اغسل وشها كاملة قبل ما تخرج عشان ما يجيلكش درب هوا آه يا جماعة مهم جدا أنا ابني صاح الصبح كان دافي وانت هتخرجوا في الشتاء لطيار هوا سائع لما اغسل وشه بمية الحنفية دي أنا بديله حرارة قريبة من حارة بر معرضوش لصدمة حرارية مباشرة وبالتالي الفيروسات بتنتقل عند ارتفاعات أو انخفاضات الحرارة الحد الفوجائية ابني كان عرقان وتعرض لهوا مرة واحدة فغسيل الوشة مثلا نغسل وشه بمية حنفية قبل منزق مهم جدا أشربوا مية حنفية قبل منزق مهم جدا البخار بقى البخار الأهميته إنه هو بالفعل لو أنا بعمله جلسة بس لكون عنده فعلا بلغم عنده إفرازات محلول الملح اللي أنا بحطه في الجلسات ده بيفك الأنف وبيفك الصدر وبيساعد طفلي على التنفس إما أخسل مراخير طفلي بمية الملح مهم جدا بس بمقدار معتدل أنا بفضل يجيبه محلول ملح 9% من الصيدلية وإزاي وإزاي أخلي الطفل يعمل كده ابني بيسكوم على طول مراخيره مزدول على طول أنا لو أقدر أستنشق وعمل لو طفلك نعوز زي لا هو أنا هسلك مراخيره أنا بجيب السرنجة ابني طول الليل بيخنفر ودي عملاله مشاكل تنفسية بجيب السرنجة واسحب محلول الملح أو لو الأم تقدر تشير بخخات محلول ملح من الصيدلية بس أنا بقول كتكلفة اقتصادية ممكن محلول ملح من الصيدلية بسرنجة واخسله مراخيره غزمن عنه الفتحة دي و الفتحة دي لو سلكنا تجيب الأنف ده هتقل مشاكل تنفسه أثناء النوم مش هشخر أثناء النوم الإفرازات دي مش هتنزل على الرئة وتعمل له مضعفات فبالتالي الاهتمام بالأنف بغسيل بمية البحر أو محلول الملح باستمرار هام جدا أليناها بالأنف هي مؤشر لأن الأنف زي ما قلنا هو أكبر مسير لحساسية الصد يبقى غسيل الأنف بمية المحر جلسات البخار عند الضرورة التغذية الجيدة زي ما قلنا كل يوم يجب مفيش حاجة اسمها هعمله وجبة للمدرسة لازم يأكل قصاد عينك وجبة الصبح وصباحية تتطميني أنه أخذ وجبة غنية الصبح غنية فيتاميسي في صورة سمرت فكهة أو برطقان غنية بيضة مسلوقة اللي هو البروتين أو الفول كل ده عنصر غزائي المهم لو أنت تطمينت على طفلك أنه أكله ونظف مراخيره ولبس لبس قطني وعملت له الإجراءات دي بجانب الإجراءات اللي احنا قلناها بالنسبة كبيرة هيعد الخريف والشتاء بدون أي مشاكل صحية طيب دعني أبني على سؤال مصطفى وأسأل الأكلات اللي بتقوي جهاز المناعة اللي أمهات تقدر تعملها دلوقتي لأولادها عشان زي ما حضرتك عارف أهم حاجة هو الأكل يعني شئنا مقبين هو ده الحاجة المهمة جدا يعني الأمهات تعمل إيه لأولادها وتتجنب إيه لأنه بجد بجد أنا بقيت أشوف وأنا مش بحكم على حد أو الله يكون فوق كل الناس بصراحة كل الناس مشغولة وعندهم حاجات كثيرة قوي لكن أتجنب إيه يعني فيه ناس بذلك ناجت سوسيس مش عارف إيه على تيك توك ده في كل حتة أعمل إيه لأولادي بالذات في فصل الخريف أجنبهم فكرة العدوات المسلمين حلو جدا أقوم ناعته طفل مصطلح طبي مناسب لطفل بيبني جهازه المناعي فمحتاجه قوي لكن لو لشاب أو شخص بالغ هنقول أحافظ عليها متوازنة إذن الشخص اللي كبر خلاص هي مناعته كاملة بحافظ عليها بصورة جيدة فقط لغير لكن أبني بقى مناع الطفل إزاي عنصر الغذاء زي ما أنت قلت هو بناء الطفل بإيه بناء هيكله وعضلاته وجسمه وأعضاءه عن طريق إيه عن طريق الغذاء طب أهم غذاء بيبني جسم الإنسان هو البروتين يبقى أول حاجة بروتين حيواني قليل الدسم قليل السكر يكون معمول في المنزل بلاش الأكلات السريعة بلاش الحاجات اللي بطعم حاجات بلاش الحاجات اللي هي مصنعة أنا مش شفتش محطوط فيها إيه فبالتالي الغذاء البروتيني قليل الدسم قليل السكر هو مهم جدا يعني اللونشون التويكي الحاجات دي كل هذه الأشياء غير مضمونة داخل فيها إيه ولا مصنعة إزاي ولا طريق حفظها إزاي ولا بروتينها في إيه فبالتالي بروتين منزلي مهم جدا بنقول للأمهات يا جماعة اللحمة عادي بتاعت الخضار دي هقولك على حاجة خضار الموسم فكهة الموسم هو أغذاء مناعية مفيش حاجة هقول لك النهاردة أقول لك هو ربنا خلق كل حاجة في وقتها يعني الشتاء مش مشهور بالإنفلوانزا والبرد هتلاقي فكهة الشتاء غنية فيتامين سي اللي هي البرتقال الجوافة والكيوي فبالتالي فكهة الشتاء هي فكهة مناسبة مناعية لأنها تحتوي على فيتامين سي فكهة الصيف تحتوي على البطيخ لأنها بيجي لنا جفاف محتاجين مية كتير فبالتالي ربنا بيجي كل فكهة على حسب خضار مفيش حاجة اسمها أنا مخزين خضار خضار الموسم لو إحنا في موسم البامية البامية فيها عناصر غزائية في عناصر غزائية خدي خضار الموسم خدي فكة الموسم ابعيدي عن مواد الحفظة خلي فيها عناصر خضراء في الصفرة سلطات خضراء ابعيدي عن المواد الحفظة ابعيدي عن الأكلات السريعة يكون عندك بروتين حيواني يومي مش أقول لك لازم تكون تكلفة عالية أيا كان نوع البروتين بيت سمك لحمة فراخ جبنا الأريش فيها جبنا الأريش فيها بروتين فلو كلنا غزاء المنزل خضار موسم فكة موسم مع بروتين حيواني نبعد عن المواد الحفظة والأكلات السريعة وتطمئني أن ابنك الوجب منزلة الصفحة أبا ينزل صدقني ده هو الغزاء المناعي ألهام جدا لطفلك دكتور عمجاد يعني بخلاف أن حركة بشهر فيهاية الموسم أستاذ الحساسية والمناعة قلت لي أن أنا بعمل اختبارات للحساسية قبل ما أشوف المريض بتاعي ده هل عنده إنفلونزة ولا عنده حساسية عندي فضول بقى أعرف يعني إيه اختبارات حساسية وزي بتتعمل ولا بتتعمل للطفل ولا للشخص البالب طب أنت مريض حساسية أف بتروح البيت أول ما تخش البيت بتعتص أو أول ما تنام على السرير على المخد بتعتص ويجي لك زكاب أو أول ما تشغل التكييف على طول يجي لك نوبة من الزكاب سواء تكييف العربية أو تكييف البيت أنت لديك مسبب بيئي في المنزلك أو في الشارع أو في البيئة المحيطة لما بتشمه بيجي لك أعراض البرد طب إحنا عايزين نعرف المسبب البيئي ده عندك شجرة في البلكونة بتطلع حبوب لك بنعملك اختبارات للزرع بنعملك اختبارات للتراب لعيطة الفرق إحنا عاملين المواد ده شعر القطة في سورة مستحضر التراب أنواع الزرع اللي موجودة في مصر في سورة مستحضرات الفطريات اللي في التكييف في سورة مستحضرات أنا أعدت حضرتك بس بشرط يكون حضرتك موقف علاج الحساسية على الأقل لتلاتيئة وجبت عملت دوائر على إيدك وحطيت هنا القطة هنا التراب هنا عيطة الفراش هنا حبوب اللقاء شكيتك شكة في كل واحدة من دول وانتظر أن يكون في رد فعل من جهازك المناع تجاه مسبب من دول لو حصل احمرار أو تفاعل شديد لعيطة الفراش يبقى أنت تتحسس تجاه حشرة الفراش اللي بودة في المرتبة والسرير حتى لو بيتك مضيف أنت اللي بتتحسس ملهاش دعم نظافة البيت لو حصل تفاعل مع القطة هاي يا دكتور ده أنا أول ما بخش القطة بأحضرنا بتنتبني تورم وحمرار ودعك في عيني ومرقيد يبقى أنت تتحسس من شعر القطة والعبة وبيظهر على فكرة تفاعل واضح جدا احمرار وتورم وحكة مكان المادة اللي أنا حق انتهالها يبقى أنا حددت لك المادة اللي ببيتك وانت ما انتش واخد بالك بتعمل لك تحسس لإما بقى بنتجنبها نتخلص من الزرع اللي في المنزل أو بنعمل معالجة بيئية للمرتبة والسجاد والمكت والتكيف أو لو نقدر نتخلص من قطة لو ما قدرناش بناخد مصلحة أساسية تجاه هذا المسبب إن أنا بديك المسبب نفسه بجرعات مخفافة فيحصل تعود لجهازك المناعي بحيث لما تتعرض له لإما ما يجي لكش أعراض الحساسية أو تكون أقل حدة واستخدامك للبخاخات لإن أنت عرفت المسبب وقدر الإمكان بأمان عندك مناع ضده أو تجنبته قدر الإمكان طيب اللي بيصحى عنده حساسية أو اللي بيصحى عنده زكام بنسبة كبيرة لإما عدتت الفراش اللي هو نام على المخدة وما فيش حاجة اسمها أصلا نظيفة وبغير يا جماعة عدتت الفراش المخدة موجودة في المرتبة ما بتشافش في العين كان نصول وصل نحن ننفض المرتبة قبلها هي حاجة لا تورة بالعين المجردة أصلا أنت بتشمها لو زوجك في نفس المكان هو يشمها ما يحصل لوش حاجة لأنه هو مش مريض حساسية أنت اللي بتتحسسي من المادة دي زي الطفل اللي عنده حساسية من الموز أخو بيقول من نفس الصباح ده بيهرش ده ما بيهرش شي ليه؟ لأنه هو اللي عنده حساسية تجاهز المادة هو لو شم التكيف أول ما تفتح التكيف هو اللي بيتزكم هو اللي بيعطس يبقى هو اللي عنده أجسام مضادة هو اللي عنده رد فعلي مناعي تجاه المسبب ده فبالتالي لما بيتعرض له بيجي له زكام بيجي له رش حموز من في ناس تتحسس في المواسم في الربيع أو القريب في ناس تحسسها دائم طول السنة على حسب المسبب البيئي اللي انت بتتعرضين طب مشكلة أمراض أدوية الحساسية أن هي بتعمل للجسم كله حالة من الخمول برافو عليك أو الاسترخاء وهي طبعا هو الجسم مش زكي هو أنت لما تدي له دواء معين هو مش رايح بس للمناخير هو بيعمل خمول لكل أجسة الجسم كان ميصح حول أنا غلطا بالفعل ولكن الآن في أدوية لا تسبب النعاس بنسبة كبيرة لا تسبب الخمول مش نعاس بس يا دكتور هو خمول بشكل عام أنا يعني تعودت شوية على أدوية الحساسية وليت لها أدوية الجنبية كتيرة جدا بفعل هو حتى الأدوية اللي مكتوب عليها أنها خالية من الأسار الجنبية ويهو الجديد عند بعض الناس حتى مع الأدوية لا تسبب لها بيقولون عندي نوع من الخمول عندي نوع من الهامداء بنستعيد عنها أن أقول له اخسل مرة خيرك بمحلول الملح باستمرار استخدم البخيرات الموضوعية كل ما هو موضوعي هو ما بيدرش لأنه هو مش سيستمك ما بيقشش جسمك فما بيسبكش أي مشكلة لباقي الأعضاء ولكن مش كل الناس اللي بتاخد مضادات الهستمين عندها نفس الأعراض فيه ناس هو بيقول لي أنا أصلا مش بيخليني أنا أم أصلا بالعكس يعني فيه ناس يقول لك أنا أول ما أخدته هندنته اليوم فيه ناس يقول لك أنا أصلا بابل باعتلاته علشان أحس أنه بينايم ما بينايمنيش فبالتالي مش كل الناس هو أمروش علاج مرض الحساسية ده خالص؟ اللي احنا قلناه فكرة الاختبارات الحساسية ومعارفة المسبب وعلاجه هو أهم خطوة في علاج الحساسية قبل العلاج الدوائي لو العلاج الدوائي ليه مضاعفات عند بعض الناس يبقى إحنا هنلجأ للأمصال الحساسية لو العلاج الحساسية مش مناسب لهذا الشخص يبقى البخخات الموضوعية ممكن يستخدمها ودي بتغنيه نسبة كبيرة على استخدام مضادات الهستمين طيب لو فيه نصيحة سريعة جدا جدا عشان بس وقتنا حضرتك تنصحها للمشاهدين تقول لهم إيه هقول لهم يا جماعة لا خد لقاح الإنفلونزا وده الموسم لو ابنك فوق 6 أشهر مهم جدا ناخده الآن وما فيش حاجة اسمها خط وجالي برد لا البرد غير الإنفلونزا خد لقاح الإنفلونزا احنا بشوف حالات سيئة جدا في أطفالنا في المستشفيات تاني حاجة غزوا أطفالكم غزاء صحي سليم ابعدوا عن المواد الحافظة والأكلات السريعة غزاء المنزل هو غزاء مناعي هنقول لهم نيموا أطفالكم بدري ويناموا سبع ساعات يوميا هيصحوا فيه نشاط ذهني جيد جدا لمدرستنا والرياضة والرياضة والنوم بدري والبعد طبعا عن التوتر والانفعلات الزائدة اللي بتأثر على مناعتنا احنا ومناعة أطفالنا لو احنا عملنا هذه المجموعة غزاء ولقاح ونوم ورياضة بالنسبة كبيرة جدا هيعدي الخريف وتعدي العدوى التنفس شؤالي الأخير أخبار منظمة صحر العالمية هل فيه خطورة أن يعود فيروس تنفسي زي ما كنا بنسمع من حين لآخر بنقول أن الكورونا قد تكشر عن أنيابها من جديد وتظهر للعالم كلام دحقي ولا الدنيا مستقرة هم يتوقعوا وبأكس قادم أن ناخد حظرنا منه حتى الآن هل هو يبقى انفلوانزة تشور تتحول إلى انفلوانزة بشاري لسه لحد دلوقتي هو توقع أن فيه حاجة تحصل لكن لحد دلوقتي ما فيه حاجة كورونا مستقر كورونا متعايشين معاه كورونا ما انتهاش ولكن أقلت حدته واخترته هيجينا تحورات باستمرار بس من نعمة ربنا أن الفترة اللي فاتت كل التحورات إلى الأضعف مضعفات أقل آه في انتشار ولكن منفاجأ بتحور منتشر وفاجأة ينتهي ودي من نعمة ربنا لأن أكسادنا وبرتوكولاتنا ابتدنا وعينا الدرس من قبل كده ابتدنا نعرف إزاي نتعامل مع كورونا وتعايشنا معه الاحتياط واجب زي ما بيقول شكرك دكتور أمجد الحداد دا استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا